سريعا كده مع حضراتكم حدث في مثل هذا اليوم 7 أغسطس يأتي في مقدمة هذه الأحداث الخاصة بذكرى ميلاد ووفاة الكثير من الفنانين وأيضا العظماء والشخصيات العامة مثل هذا اليوم 7 أغسطس عام 1938 الفنانة نبيلة السيد التي ولدت في هذا اليوم واشتهرت بخفة دمها وتمايزها في الأدوار الكوميدية المختلفة رحمة الله عليها كما يوافق اليوم ميلاد الفنانة ليلى حمدي التي ولدت عام 1929 حيث بدأت حياتها الفنية بعد طلقها واشتهرت في أفلام الفنان إسماعيل يسين أيضا في حين تعد النجمة شارلز ثيرون أبرز موليد هذا اليوم 7 أغسطس عالميا حيث ولدت في عام 1975 وقدمت العديد من الأفلام أما في الوفيات فمثل هذا اليوم توفيت الفنانة نعيمة وصفة عام 1983 وأخيرا عام 2011 طف المطرب الشعبي حسن الأصمر الذي ترك العديد من الأغاني التي ما زالت في ذاكرة الجميع وأيضا شارك في مجموعة من الأفلام السينمائية المصرية رحمة الله الفنان الجميل حسن الأصمر